في موضوع أنا محمل بأمانة وهذه الأمانة من أصدقاء ومن يعني زاوي شأن من الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية على المعاش إيه اللي حصل إن فيه خمس علوات خمس علوات كل أصحاب المعاشات في مصر خدوها ما عدا إخوانا في المؤسسات الصحفية القومية ليه؟ لعل المنع خير اشمعنا يعني المؤسسات الصحفية القومية العاملين اللي فيها والصحفيين والإداريين كل الناس اللي شغالين في المؤسسات الصحفية القومية ما جرى على كل أصحاب المعاشات في مصر كوم وحرمان العاملين والصحفيين من أصحاب المعاشات في العمال والإداريين والصحفيين في المؤسسات القومية كان علامة استفهام ما خدوش ولا خرجوا من المولد بلا حمص ما خدوش حاجة إيه الموضوع؟ طيب قالوا سألنا الموضوع أنا سألت في الموضوع قلت أفهم قالوا والله إنه وزارة المالية بتقول ووزارة ضمن الاجتماع بتقول ولجنة القوى العاملة في البرلمان كلهم بينقشوا الموضوع الموضوع مش منسي شغالين فيه لكن أنا بسألوا وبقول متى الخلاص؟ متى الحل؟ لازم الناس أنا دايما متعاطف تماما مع كل واحد كان في مكان أو في منصب أو شغال أو آبائنا وأهلينا اللي طلعوا على المعاش لازم نفتكرهم ما هما دول كانوا بيقودوا العمل في يوم الأيام لازم أقف معاهم لازم أقول رأيهم ما ينفعش يبقى الصحفيين والعمال والإداريين اللي في المؤسسات الصحفية دول هما دول فيه دايما ضغط هما دول لهم معاملة خاصة ولا دول بينطبق عليهم القانون العادي فيه ناس بتسأل بتقول هما المؤسسات القومية دول عامة يعني دول قطاع عام ولا قطاع أعمال خاص ولا قطاع خاص هو توصفهم ايه؟ طبعا ده شيء غريب جدا لا يليق ولا يتماشى مع مين؟ مع ما قدمه أولئك أو عموما بشكل عام بقول أنه خلينا نحل مشاكل الناس دي خلينا نحل هذه المشاكل لأنه أنا في تقديري أنه إذا أعطيته بسرعة فقد أعطيته مرتين كده كده أنا متأكد واثق الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما وأبدا بينتصر للحق ما فيش فيها افصال وبينتصر للقضاء وبينتصر لأصحاب المعاشات دائما وأنا فاكر هذا الكلام والرئيس قال قبل كده وينتصر لأصحاب المعاشات في مصر بالكامل كان مليون واحد جات على الناس اللي مننا اللي أنا بتكلم بشكل هذه المرة بشكل واضح جدا أنا استشعرت الضيق الشديد ليه؟ لأن زملائنا من الإداريين والعمال والصحافيين اللي كانوا موجودين في المؤسسات وتطلعوا معاش ده جزء من المؤسسات الدولة تقول لي بقى خاص تقول لي عام حلها يا سيدي أنا معرفش حد قال لي أنه أصلي في بعض المؤسسات ما دفعتش التأمينات لا إله إلا الله تم هو الراجل الصحفي ولا العامل ولا المدير ولا غيره اللي كان شغال بيقطعوا من راتبه بيقطعوا من راتبه فلوس بتروح التأمينات كون المؤسسة أو القائمين على المؤسسة ما وردوش التأمينات لا أنتوا حزب المؤسسة ما تحزبوش أصحاب المعاش يعني أصحاب المعاش ده راجل كان بيشتغل هو الراجل بيسلم نفس المؤسسة تخصم منه وتورد وتروح تبقى للقوانين أنا مش عارف القوانين لكن بيتخصم منه ومن المنبع قبل ما يقبط هو لو أثر وما دفعش حزبه لكن طالما المؤسسات وأنا عارف أن فيه حملة قيل أنا واثق أنا معرفش طبعا يعني مين لأنه أصحاب معاشات فأنا معرفش الموضوع ده عند مين يعني المهندس عبدالصادي الشرباجي رئيس الهائل وطني للصحافة أنا واثق فيه أنه إنسان إنسان عنده إنسانية وراجل محترم وراجل دولة وواحد في المؤسسة فأكيد تفاهم أكتر مني بس أنا بأني وعدت من حدثني أنه أنا هقول هذا الكلام وهطرحه وإحنا بنطرح كل القضايا لو فيه حاجة عايزة الزق تتحرك أنا أثق فيه الأستاذ عبدالصادي الشرباجي أنه هو يحركها لو فيه حاجة في وزارة التضامن الاجتماعي أنا أثق فيه الوزيرة المحترمة نيفين القباج هتزقها وتحركها لو فيه مشكلة في وزارة المالية أنا أثق تماما فيه الدكتور محمد معيت أنه يحركها فأنا أناشد الدكتور محمد معيت وأناشد الوزيرة المحترمة نيفين القباج وأناشد أيضا من هنا المهندس عبدالصادي الشرباجي وأناشد لجنة القوى العاملة في البرلمان إن كانت هي معنية كل هؤلاء أناشدهم إنهم فيه جلسة معا يقعدوا مع بعض ونخرج بحل لأنه إن نترك الأمر هكذا بيؤدي إلى لغة ويؤدي إلى ضيق وأنا بقول تاني ما ينفعش نطبطب على الناس اللي لهم حق وخاصة أصحاب المعاشات لهم مش حق واحد لهم حقوق علينا كلنا أنا واسق تماما إنه الموضوع هيتحل واسق تماما إنه ما فيش حد يقصد إنه يعرق التوصيل الحق لأصحابه لكن ربما فيه أمور إدارية أنا مش ملمي بيها أو أمور محاسبية أو أمور قانونية لكن طالما وزير التضامن وزير المالية الوطنية للصحافة الناس المعنيين أنا أثق كل النواية سليمة كل التوجهات سليمة فبالتالي أنا أثق وسأتابع الموضوع وإن شاء الله نطمن يعني أسد زيتنا وزملائنا فيه فيه الأصحاب المعاشات فيه المؤسسات المؤسسات الخومية ترجمة نانسي قنقر